تعالوا مع بعض مشاهدين اخد جولة في حدثة في مثل هذا اليوم 15 يناير 15 يناير عام 1759 افتتاح المتحف البرضاني واللي بيتوي على مجموعة كبيرة جدا بتضم حوالي 8 ملايين عمل فني من بين الأكبر والأكثر شمولا في العالم وتم الحصول على أغلبها خلال عصر الامبراطورية البرطانية وهو أقدم متحف وطني عام في العالم وفي عام 1971 تحديد 15 يناير الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء الصد العالي حيث بدأ بناء الصد العالي في عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية وقتها بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتي وعمل أيضا في بناء الصد 400 خبير سوفيتي وأكمل بناءه في عام 1968 أيضا تم تثبيت آخر مولد كهربائي أو 12 مولد كهربائي تحديدا في عام 1970 وافتتح الصد رسميا في عام 1971 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله علي وفي عام 1918 تحديدا 14 يناير ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ثاني رؤساء مصر حيث تولى الحكم من سنة 1956 إلى وفاته وكان عبد الناصر أحد قادة ثورة 23 يوليو عام 1952 وخلال عهده بدأ سلسلة من الإصلاحات في مصر من بينها إصدار قوانين إصلاح الزراعي وغيرها من القرارات التنفيذية من مبادئ الثورة قانون الإصلاح الزراعي لإعاد المكان للفلاحين ومكنهم من الأراضي الزراعية ومكنهم من وطنهم بشكل عام وفي 14 أو 15 يناير عام 1937 ميلاد الفنان الراحل سمير غانم وهو أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر حيث كون مع ضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة ونجح معهم في تقديم أغنيات وأعمال سينائمائية محبوبة حتى الآن وقدم غانم عبر مسيرات الفنية عددا كبيرا من الأعمال التي أحبها المشاهدين من بينها دوره في فيلم يا رب ولد ومسرحية المتزوجون وكذلك شخصية فطوطة وسمورة اللي أدم من خلالها سلسلة كبيرة جدا من فوزير رمضان ورحل سمير غانم عن عالمنا إثر إصاباتي بفيروس كورونا في 20 مايو عام 2021 عن عمر يناهز 84 عاما رحم الله الراحل الفنان الجميل والنجم الرائع سمير غانم ومن أبرز الوفيات زي نهاردة 15 يناير ففي عام 1957 وفاة الفنان القدير علي الكسار كون علي الكسار أول فرقة مسرحية له وسماها دار التمثيل الزنيبي ثم انتقل إلى فرقة دار السلام بحي الحسين وقدم ما يزيد من 160 عرضا مسرحيا اتجه بعدها إلى السينما وقدم فيها عدد من الأفلام النجاحة من أشهرها سلفني 3 جنيه وعلي بابا والأربعين حرامي وتوفي عن عمر يناهز 69 عاما فنان رائع رحمت الله عليه ترجمة نانسي قنقر